السلام عليكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة يديدة من برنامجكم بالكويتي واليوم عندنا أكثر من موضوع أكيد يهم كل المشاهدين لكن بداية هالموضوع هذا يهم الرجال أكثر شيء وانتمنى إن شاء الله يا رب الكل يستفيد من هذا الموضوع الموضوع طبعا هو يختص مثل ما قلت الرجال بشكل كبير إضافة إلى مواضيع كثيرة ممكن حين أبدي معاكم وقدمتي لضيفي الكريم اللي أتمنى إن شاء الله يا رب الاستفادة منها مشاكل المسالك البولية من المشاكل التي يعاني منها الكثير خصوصا بعد بلغة الأربعين راح نتعرف أكثر على هذه المشاكل وطرق علاجها والوقاية منها مع ضيفي الكريم وبسمكم أحيي البروفيسور الكويتي عادل لحنيان أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية والعقوم جزاك الله بالخير دكتور جزاك الله بالنور جزاك الله خير على المقدمة الطيبة الله يسلم وأنا يسعدني أن أكون ضيف عندكم في قناة المجلس إن شاء الله يكون ضيف خفيف الحرور إن شاء الله بالتأكيد دكتور نتب إن شاء الله عليك يعني غني عن التعريف ولك إنجازات كثيرة المشكلة هذه يمكننا أول مرة نطرحها في برنامج مثلا بس نزيد شغلة بسيطة في المقدمة المالتك قلت معظم المشاكل راح تكون حق الرجال نعم تخصص المسالك البولية هو تخصص للرجال والنساء لكن وجود غدة البروستاتا تخلي التركيز أكثر على الرجال لكن عدا غدة غدة البروستاتا كل المشاكل تضمن الرجال والنساء يعني السؤال سألتني قبل شوي قبل اللقاء هم بعد حوش الحريم حق لأثنين صحيح قرينا البروستاتا فركزنا على الرجال أكيد الكل بيستفيد أكيد أكيد بداية دكتور خان تكلم عن المشاكل أكثر شيء اللي تصيب مثل هذه الحالات شوف طول عمر المشاكل الجهاز البولي تعتمد على السن وتعتمد على الجنس السن مثلا يعني ناخذ من حديثي الولاد الليل كبار بالسن يعتمد على العمر شنو عمر المريض المشاكل تختلف عن مشاكل الأعمار الثانية يعني مثل الأطفال مشاكلهم دائما تكون بسبب العيوب الخلقية طفل مثلا ينولد بكلية واحدة ينولد في انسداد في مجرى البول ينولد في انسداد على الكلة زين والمعروف أن المشاكل العيوب الخلقية في الجهاز البولي الثاني أكثر المشاكل شيوعا بعد مشاكل أو أمراض الجهاز العاصبي قاعد تكلمانا عن شنو الأمراض الوراثية التهابات البولية السلس البولية هذا بالنسبة لأطفال نعم كبرنا شوي على المراحقة ولا شيء أهم مشاكل تختلف التهابات البولية زين اللي كبار بالسن تكلمنا قبل شوي على البروستاتا عن الأمراض السرطانية فيعتمد على العمر نعم دكتور بس أفوا الالتهابات البولية شنو أكثر أسبابها؟ يعني خصوصا إذا حاشت المراهق أهم هذا السؤال شوية عام زين يعني مثلا سبب الالتهاب عند المرأة المتزوجة غير عن سبب الالتهاب عند واحد عمره سبعين سنة مثلا اللي عمرها سبعين سنة مثلا على طول أفكر في تضخم قودة البروستاتا زين واحدة عمرها مثلا 32 سنة مثلا ومتزوجة أول ما أفكر فيه هو بسبب العلاقات الزوجية الالتهابات هذه فتختلف على حسب وضع المريض نعم وهم بعد التاريخ المرضي مثلا المريض إذا عنده سكر زين المريض اللي عنده الالتهابات سابقة واللي عنده حصوات بالكلة واللي عنده انسداد في المجرور البولي على حسب الوضع فيعتمد بس إذا أخذتها بصورة عامة إذا أعزك الله البول ما طلع من الجسم تكود أو تجمع داخل الجهاز البولي المريض معرض حق الالتهاب أو إذا جرثومة تخلت عبر فتحة البول إلى الجهاز البولي تسبب الالتهاب عادة شون تخلت الجرثومة على حسب الظروف إش حق البول ما يطلع من الجهاز البولي على حسب الظروف مع تحاليل تبين مع التحاليل ومع التاريخ المرضي مع الفحص الكلينيكي مع التحاليل ومع التصوير بالسونار نعم دكتورة الحين للبروستاتا هل بعد سن الأربعين الرجل لازم بأنه بشكل دوري يفحصها ويراجع؟ البروستاتا غد فايدتها بس وقت الزواج يعني وقت الرجل يبيعيال ومتها ما كتفة بس ما منها فايدة يعني ووظيفتها بس للخلفة لأنه بس لطلع السائل منه ويسائل منه مثل متعارف ضروري حق الإنجاب نعم فبعد سن معين يعني واحد مثلا وصلت سنة 50 سنة مثلا ما يبيعيال خلاصك يعني يعني يبيعيال وقتفة ما منها فايدة فلذلك نحن نقول يعني بعد سن معين إذا واحد بدأ يشتكل من بروستاتا سألها عملية وتخلص منها ومشاكلها بسيطة يعني مشاكل غدقة البروستاتا بس ثلاثة يات التهابات وهذا هو الشغال بالظن للشباب خاصة بالسنة المراهقة اللي عندهم علاقات غير شرعية أو متزوجين وزوج تتقل عندها التهابات بعد الولادة يحوشهم التهابات ويحوش البروستاتا في سير عندهم التهابات البروستاتا نسميها كيوت بروستاتايتس وذا ما تعالجت تنتقل إلى كرونيك بروستاتايتس اللي هو شنو الدكتور هذا التهابات غدت البروستاتا فهذا المرض الأول اللي يحوش غدت البروستاتا المرض الثاني تضخم حميد وهذا اللي يحوش معظم الناس يعني تقريبا أي واحد أي واحد بعد سنة 50 لو تأخذ بروستاتا وتقطعها وتشوفها تحت المجهر عندها تضخم حميد حق البروستاتا حميد أي تضخم حميد يعني الغالبية راح يحوشهم تضخم حميد في بعض الأحيان التضخم الحميد هذا يتضخم إلى درجة أن يبدأ يأثر على المريض ويبدأ يشتكي وبعض الأحيان التضخم الحميد هذا ما يتضخم ما يوصل إلى مستوى بحيث المريض يقدر يفرق الميثان مثلا فما يشتكي فهذا تضخم الحميد وهذا ما يعني ما علي خوف في طرق علاجة عن طريق الأدوية وطرق جراحية لكن إذا أصاب لك هفين الشر السرطان فهل علاجة صعب دكتور مخيف السرطان للحسن الحظ زين الحسن العظ سرطان البروستاتا سرطان بطيء النمو لا مثل السرطان الثانية مثل السرطان القولون والسرطان المعدة والسرطان الرأى سهل اكتشافه لا صعب صعب اكتشافه لكن بطيء النمو يعني بسرطان البروستاتا نحن دائما نتكلم عن نسبة أن المريض يصير عايش بعد 10 سنين أو 15 سنة في السرطان الثانية نتكلم عن 5 سنين لأن هذا بطيء النمو العمر المتوقع العمر المتوقع بعد اكتشاف المرض لكن المشكلة أنه صعب أنك تكتشفه يعني دائما خاصة من الكويت مني لماذا صعب الدكتور صعب لأن يعني نشوف سرطان القولون مثلا المريض شون يشتكي وجود دم في البراز واضحة سرطان الرأى مثلا شون مريض يشتكي كحما كحا أو يطلع دم مع السعال مثلا سهل تكتشفه لكن البروستاتا لا ما تكتشفه إلا يوصل لمرحلة بسبب وجود انتشار المرض في العظم فيش تكمل عالم بالعظم يعني يكون قضاء خلاص أو تضخم البروستاتا إلى درجة أنه تسكر على مجرى البول في المريض يصبح عنده صعوبة في البول وممكن عفوا الدكتور خروج الدم مع الدم لا مو بالضرورة هذا غدة سرطان المثانة مثان المثانة بسرعة تكتشفه ليش لأنه أول ما تشوف دم في البول شون مفكر فيه وجود مثلا سرطان المثانة حق كبار السن وليدخنون مثلا ودكتور إذا تم الاكتشاف بسرطانة لكافي نشر في غدة البروستاتا متى قلت دكتور شالتها سهلة وهو غير مهم بعد الإنجاب هل ممكن لما تشيلها خلاص ينتهي المرض؟ لا نحن لحظة ما نريد أن نخبط بين سرطان برستاتا مو سرطان تضخم برستاتا الحميد نعم وسرطان برستاتا نعم مثلا يوم قلت لك شيئتها بسيطة هذا شنو تضخم الحميد نعم هذا بالمنظار تخل بالمنظار وكحيت زين شون تفرغ الكوسة من داخلها نفس الشي في شيء منظار يدخل داخل مجرى البول وتشوف البروستاتا وتكحتها وتوسع مجرى البول هذه عملية بسيطة تأخذ تقريبا نص ساعة وفي تكنولوجيا مختلفة في عن طريق الكهرباء في عن طريق الليزر في عن طريق التسخين في عن طريق النفخ بالبلون هذا الحميد هذا الحميد هذا سهل زين السرطان برستاتا لازم تشلع البروستاتا من عرجها تشيلها ايه نعم الحميد بس نشيل لب البروستاتا تفريغ ايه نشيل لب البروستاتا ونخل القشرة بس بالخبيث لازم كلها البروستاتا كلها تنشال ونعيد توصيل مجرى البول مع المثانة زين فهذا عملية ايه كبيرة وصعبة دكتور هذه العملية والله تكنيكيا بدأت تصير اسهل لانا الحين في استخدام المناظر ومستخدام الجهاز الآلي الروبوت زين من استعمله بس يظل في مشاكل مثلا في الانتصاب رح يكون فيه صعوبة التحكم في البول رح يكون فيه صعوبة يمكن يكون فيه انسداد في مجرى البول مكان التقاء المجرى البول بالمثانة يعني التخيط ما يكون مضبوط فيصير فيه انسداد سمونا فهذه المشاكل ممكن تصير فالمشاكل هذه مو موجودة في العملية الأولى اللي مثل التدخم الحميد اللي من نكحة البروستاتو من الداخل ودكتور بالكويت هل فيه نسبة كبيرة من الرجال يعانون من هذه الأمراض يعني خصوصا الجهاز التناسلي وأمراض البروستاتا أمراض البروستاتا التهابات البروستاتا شائع جدا عند الشباب بالكويت يعني أنا أتأكد أنا كل دوان يدشها لازم فيه 2-3 عندهم التهابات البروستاتا وشون السبب هل أكلنا طبيعة الجو لمارسة حياتية التهابات البروستاتا للأسف لأسف عند الشخص الطبيعي العادي دائما يكون عن طريق العلاقات الجنسية في الواحد لازم يتأكد أن زوجته أنه ما عندها التهابات مثل ما قلت بعد الولادة أو مش عارف إيش أعزاس ما تسير التهابات الجنسية التهابات الجنسية وتأدي إلى التهابات البروستاتا وإذا حاش أي مريض التهاب البروستاتا نصيحة أنه لازم يأخذ كورس علاج مطول لأنه في غلطة شائعة أن المريض يصير عنده التهاب الحاد مع البروستاتا وروح مثلا المستوصف أو طريق الطبيب عام أو موقع تخصص يعطي علاج يومين ثلاثة يام وحس أنه صار زين يوقف لكن بالواقع أن البروستاتا أن الالتهابات ما زالت موجودة وتأثر وتأثر بعين إذا البكتيريا استمرت في البروستاتا تلصق البروستاتا مثل شون ما يلصق العلش بالزولية ما يطلع فتلصق البكتيريا في البروستاتا ما تطلع فينتقل من مرحلة الالتهاب الحاد للبروستاتا إلى مرحلة الالتهاب المزدل للبروستاتا وهذه ما لها علاجها ولا أو لا صعوبة علاجها وللأسف دكتور هذه كلها أسباب العلاقات الجنسية الغير صحيحة بالضبط معظمها يعني هذا الذي يمارس علاقة جنسية غير صحيحة زين لأنه بعدها مفاهم خاطئ يقول لك دكتور استعمل حمام السباحة أو الحمامات العمومية أو العادة السرية مش عارف هل هذا يؤدي لبروستاتا صعب صعب يعني هذا أعذار يمكن أعذار يمكن لكن غالب الظن يتكون بسبب العلاقات الغير شرعية ودكتور أعراض التهاب البروستاتا الأعراض مثل شنو بالضبط التهابات البروستاتا أعراضها سهلة المريضة يبدأ يشتكي بحرقة بالبول يبدأ يشتكي كثرة التبول يبدأ يشتكي صعوبة في التبول لأن تضخن برساتا مثل تهب فتضغط على مجرى البول يبدأ يشتكي من ألم أسفل البطن يبدأ يشتكي من ألم أسفل الظهر وإذا كانت حادة الالتهابات حادة المريضة يشتكي من سخونة حرارة رعشة توصل إلى إذا استمر الالتهاب يمكن ينزل على الخصية فيصير عنده التهابات في البربخ يمكن تصعد على الكلة فيصير عندها التهابات بالكلة يمكن إذا ما عالج البكتيريا توصل إلى الدم يصير عندها تسمم في الدم فعلى حسب المرحلة بس بالبداية مثل ما قلت لك يشتكي من حرقة في البول صعوبة في البول تكرار التبول ألم أسفل البطن زين فلازم يعالج على طول ولازم يأخذ علاج على حسب الزراعة زراعة البول أو زراعة عصارة البروسات بعضنا نسوي تدليق حق برساته ونطلع العصارة ونزراحها وعلى حسب النتائج يأخذ علاج ويأخذ على الأقل ثلاث أسابيع مثل ما قلت لك نعم فهو توقع يعني الدكتور العلاج بين الواحد يبتعد خصوصا الرجل والمرأة يعني العلاقات الجنسية الغير شرعية ويلتزم بالشرع وبالدين أحسن أحسن شيء صحيح والوقاية هي أفضل شيء دكتور نحن مكملين بالفاصل الأول تكلمنا عن مشاكل الرجل التناسلية والبولية والأمور هذه كلها الحين المرأة أيضا هل تطرق لها المشاكل عند المرأة مثل ما قلت في البداية على حسب السن خلنا على الأطفال لأن الأطفال مشاكل ثانية بنسبة حق البنات المرهقين خلنا نقول البنات اللي في المرحلة الدراسة المرحلة الدراسة نعم مشاكلهم دائما التهابات في البول نعم نعم وإذا لم يتهابات في البول يكون عندهم سلس في البول ما يتحكمون في البول وسبب التهابات في البول عند البنات اللي في المرحلة الدراسة معظمهم لأشوفهم بسبب شيء ما يعرفون وايد يستغربون يعني أنا أذكر أول ما ييت من تخصص أه كلمني واحد زميل نعم لشي يقول يا دكتور أنا عندي بنت أختي أو بنت أخو صار لها يمكن تقريبا تراجع التهابات مالتهابات مو عارفين المشكلة فش رأيك تشوفها طالعتها وشفتها لشان يسوي لها أشعة أشعة بطن يتصل فيني لشان يقول لحن أنا محول لك أنا بنت أختي لشان تعالجها تحول لها أشعة بطن لشان أنا طلبتها له دكتور لشانا سويت لها أشعة بطن قلت لها لحظة تحرقت لشان السبب لشان أشعة بطن قال لا لا لشان تسأل تشرح المهم سويت أشعة بطن طلع عندها أمساك فمعظم الحالات الإتهابات عند الفئة هذه من المرضى هو سوء التغذية فأتي الأوم وتقول بنتي من التهاب للتهاب للتهاب أتشوفهم دح دح متينة وأسألها عن الأكل كلها فاز فود نعم كلها همبورغر كلها بيتزا أكل غير صحي فتتعرف الأكل غير صحي ما في كمية كافية من وفي إضافات من الألياف والألياف ومواد فيسبب الإمساك فالعصب اللي يغذي القولون مكان الإمساك هو نفس العصب اللي يروح حق المثانة فلأن فيه إمساك فالجسم شي سوي يدز إشارة زيادة على القولون عشان يفرغ القولون زين عشان يروح المثانة فنفس الإشارة وين تروح تروح حق المثانة فتبدي المريضة تشتكي من كثرة التبول وإذا حصلت البولة ما تلحق فتبول على نفسها فهيسمون السلس بولي وإذا تبوس على المثانة ما تسوي تسكر ريولها فإذا سكرت ريولها ترتخل المثانة فتشفط البول عزيلا لطلع بره مثل قطارة شعور عندما تضغطها تشفط البول فتلقى البول طلع بره وإذا يدخل مرة ثانية على المثانة يسحب معه البكتيريا فيصير في التهاب فهذه الحلقة مفرغة ما راح تنتهي إلا لما تحل مشكلات الإمساك الإمساك ففيئة هذه معظم الحالات بسبب شنو بسبب سوء التغذية سوء التغذية وهل ممكن يكون نفسي شيء مع الرجل دكتور لا رجل لا لأنا مجرى البول عند الرجل أطول من مجرى البول عند المرأة فالمشاكل تختلف فأنا كلم هذا بس مثل ما قلت لك على حسب الجنس وعلى حسب العمر وإذا كبرت وتزوجت وجاه التهابات معظم التهابات بسبب علاقات الزوجية حوش التهاب مثلا لا صحيحة حتى صحيحة حتى صحيحة لأن بعض مرات تسير عندها التهابات مهبلية إذا حاشت التهاب مهبلي وهي ما تدري معرفة شنو العراض التهاب المهلي البكتيريا أثناء العلاقات الزوجية البكتيريا تنتقل من المهبل إلى مجرى البول في السيب عندها التهابات بولية دكتير خان وضحها أيضا المرأة مع علاقتها مع زوجها الشرعية والصحيحة ممكن تصاب بالتهابات لا مو بسبب العلاقة ممكن تحوش التهابات بعد الولادة مثلا بعد الولادة بعض مرات هذه مور طبيعية مور طبيعية خاصة إذا كان في صعوبة بالولادة يستعملون الفورسة بما الفورسة يمكن حوشهم التهابات مهبلية أو يكون عندها سكر يكون معرضة حق التهابات معينة إذا كان عندها التهابات مهبلية تعدي زوجها إذا إيه عالجت أو زوجها عالج والثاني ما عالج يريد يعدي الثاني اللي عالج فواحد يعالج الثاني فالعادة نبعدهم عن بعض ونعالج الزوج ونعالج الزوج لما الاثنين سنوهم ممكن ترجع العلاقات الزوجية الطبيعية أنا قاعد أتكلم علاقة الإلتهابات المهبلية مع التهابات البولية ليس التهابات الزوج نعم فالسبب الرئيسي عند المتزوجين رياهم التهابات البولية السبب الانتهابات المهبلية عن طريق العلاقة الزوجية يعني تemed المرأة نفسه دائما أسألة أقول هل أنت أنت ابنت قبل زوجين عندك التهابات هو لا أقول everyone غير العلاقة الزوجية يسكتون فأطلب لها تحليل أخذ عينة مسحة من المهل يبين عندها التاب عالج التابات المهبلية ستروح منها التابات البولية ويبين كل شيء يبين كل شيء دكتور أيضا يقال دائما أو حضرتك تطرقت في دراسة أو في مقال بأن بالكويت عندنا نسبة ضعف الجنسي كبير عند الرجال نسبة الضعف الجنسي مو بس بالكويت بالكويت أكثر ليش نسبة السكر عندنا عالية نقار نسبة السكر عندنا بالغرب وايدة هنا تتكلم عن 5-10-15% نحن عالية عندنا صرنا أكثر دولة في العالم بالضبط الكوليسترول يعني شوف العملية الانتصاب عند الرجل تتم عن طريق ضخ الدم عن طريق شرائين ضيجة أصغل من شرائمات القلب فدائما نقول إذا المريض بدأ يشتكى عن ضعف الجنسي لازم يروح تشيخ على قلبه لأن هذه الخطوة لبعد أعراض الضعف الجنسي لأن مثلا الشرائين التي تتروح العضو الذكري تقريبا من سماكتها 1 ملي سماكة الشرائين التاجية مثل القلب تقريبا 3 ملي فإذا انسدت أبو 1 ملي أبو 3 ملي يعيها الدور فلازم يروح تشيخ على شرائين القلب فإنسداد الشرائين لعلاقة بـ مثل ما قلت الوزن الحركة نسبة الكروسرول بالدم السكر شنو يعالج ما يعالج والأكاشة ما كثير صار له أي نوع من السكر الأول والثاني هذا كلها مرتبطة مع بعض فإلاها الحمد يعني مو إلاها الحمد يعني 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 كلها الأبراض موجودة في الكويت بالعالم كلها موجودة بس متركزة بالكويت بالخليج مو بس بالكويت يعني السمنة والسكر وقلة الحركة وهذه تعتبرها حد الأسباب من الأسباب الكبيرة نعم الدكتور بعد فيه يمكن الشباب ليأخذون مكملات غذائية رياضية ويأخذون طبعا الأدوية يأخذون الكورسات هم هذا يأثر الدكتور إيه أكيد موضوع مثاني لأنه يعني يأخذون هرمون التستسترون من خارج فإذا أخذوا الهرمون التستسترون من خارج الهرمونات الداخلية اللي لها علاقة بالأمنية الانتصاب تقل فإذا قلت تقل عندها الشهوة وقل عندها الإداء الجنسي وقل عندها أصلا الخصوبة بعد فإنعدم الولد إيهيك واحد من تحبط يقول دكتور تعالش سالفة أنا بتزوج مقادر ولا هذا وشيك على تحديد سال منو إلا صفر ما في شيء والسبب والسبب المواد اللي يأخذها المواد اللي يأخذونها العسف يبيعونها داخل نوادي هذه ما تكمل الأنسان بس الواحد دكتور يكون عاقل يكون فاهم يدري بي أن هذا راح يضره يمكن يفيده شكلا لكن راح يضر صحته ويضر مستقبله لا والله لأنه يسمونه الpeer effect لما تشوف واحد قاعد يأخذ هذا وما في شيء وعضلات وعنده عيال وما يقول لا ما عنده عيال راح يقول لحقه واحد اللي فيجا ترات راح يدي شيء يستحي فيشوفه تشيذي ويسوي مثله ومن اللي يصرف له يصرف له المدرب ماله يقول لأورا أخذ دكة ما دكة مش عال حتها أنا حفظت اسمائها أنا ما عارف وما من المساعدة الله يبعدنا عن الأمور هذه الدكتور ممكن قاعد تبادل لأسئلة كثيرة من الشباب يعني أو أي شخص رجول أو امرأة تلقى مثلا هو نايم يفز من نومة يفز من نومة يروح يتبول ويرجع مرة ثانية يوميا بشكل يومي ما تصير هذه هل هي أسباب معينة؟ ترجع مرة ثانية ما قلتها على حسب العمر زين يعني مثل مساء عندما أدخل حين شباب دكتور خلنا مع الشباب أنا قاعدت واحد وانا داخل السيديو عندك وانا سألني قال لي أنا مايد ولا أقوم مرة مرتين زين طلع يشرب سوائل شاي قهوة ما أخذ راحتك قبل هنا قبل هنا قبل هنا مضح زين ما غرقت من تناين بحث مضح بحث طبيعي أننا راح يقوم فأنا سألت سؤال قلت لأ أنت لما تروح لحمام والعادة إذا كان في مشكلة أن تروح للحمام أنت بتقول ماكو شي تردت نام مرة ثانية بأنت تصحى مرة ثانية بتقول ماكو شي بس إذا قمت وبلت عليك بالعافية هذا جسمك قاعد رد فعل طبيعي فما في مشكلة فمن الشباب اللي يشتكي لازم يقلل يمكن ما يتفق معاي طيب الموجود على الكاميرا زميلنا نهار زميلنا زين يمتنع ثلاث ساعات أو ساعتين على الأقل قبل النوم من السوائل ما يشرب سوائل كلان واحة آخر شي ما يعصير شاي قهوة أي شي يعني سائل أنا أدري حقربوضان دكتور واحد يشرب ما يخلال تحمل شي سوي دكتور ذكرت ملاحظة إذا تكرم يعني قام من النوم وتكرمها الحمام وما تبول لا سبب يعتبر هذا هذا يعتبر حالة مرضية زين يعني إذا قمت الحمام ورحت وماكو شي طلا ما نأتي فيه مشكلة وهو المعروف أن الواحد لما ينام في غدة في مغدة في هرمون يسمى ADH ينزل بالجسم إثناء النوم وهذا الهرمون يركز البول فكمية البول تتكون إثناء النوم تقريبا نص الكمية تكون إثناء النهار زين عسان شنو عساس أن الواحد ما تمتلي مثالته هنايم وقوم يبول لكن في بعض الأحيان حجم البروستاتة يقل بسبب التضخم البروستاتة أو بسبب الاتهابات امراض ثانية أو كثيرة فإذا قل حجم البروستاتة بسرعة تنترس المريض يفز وهنايم عشان يروح يتبول أو التضخم الحميد مع البروستاتة يثير الأحصاب اللي حوالين المثانا فهذا يهم بعد يخلي نشاط أو توتر في عضلة المثانا يتخلي المريض يقوم من السرير فهو من سؤال المريض كم مرة تقوم كمية كبيرة تقوم كمية كبيرة النهار عندك امراض يبين شنو السبب أن يقوم النوم يبول دكتور ولون البول هل ممكن يكون سبب أو عارض بأن في شيء سواء كان يعني غالبا لا الأهم شيء الواحد تأكد أنه لا يوجد دم في البول إذا هناك دم في البول هذه علامة حمرة رد فلاق نسمونها أنه تأكد أنه لا يوجد شيء خطير شيء الثاني درجة الاصفرار درجة الاصفرار مناعة البول مركز إذا صار شفاف أماية للشفاف من هذا المريض يشارب ماء وايد كلما صار شفاف كلما صار أحسن طبعا إذا صار مركز وروحت شوية حادة حامضة يشرب ماء يكثر يعني إذا أصفر أو أمبر يلو هاي يسمون أصفر ماء للبني هذا ما في مشكلة بس إذا كان عكر أبيض أو إذا كان أحمر هنا في مشكلة إذا كان عكر وبيض معناته في التهابات في البول وإذا كان أحمر طبعا وجود دم في البول نعم فالواحد لازم يركز على نفس يركز الله يحفظ الجميع دكتور سؤال أخير الحين ما نستطيع نحافظ على صحتنا كرجل وامرأة من ناحية الجهاز البولي أو التناسلي وكذلك الرجل لبروستاتا خلنتكلم مع الرجل الآن لأن السائلة هذه موجودة في الصحف وويد جابوا عليها بس أنا أركز على شغلة واحدة حق الرجل بلكويت لأن همني صحة الرجال خاصة اللي عدوا السن الأربعين مثل ما قلت لك مساء مرض سرطان البروستاتا ما يبين إلا لما يكون تقدم في المراحل أو انتشر مؤشر حق سرطان البروستاتا بعد سن الأربعين إذا أحد من عائلته يعني عمه أو أبوه أو لديه سرطان البروستاتا لازم يبدأ يسوي سنويا بعد سن الأربعين ممكن يكون وراثة ممكن يكون وراثة وإذا ما عند التاريخ المرضي هذا بعد سن الخمسين لازم سنويا يسوي تحليل لأن تكتشف المرض وهو منتشر أو متقدم في المراحلة فإذا اكتشفت بدايته مثل ما قلت لك علاجه تقريبا مضمون بس العملية صعبة بس يسوي هذا حظك أنا نصح أنه بعد سن الخمسين لازم سوي ال بشكل دوري والمرأة المرأة طبعا مساكلها تختلف لأن تحافظ عدم التكرار لازم تحافظ عن نظافتها لازم تقول باستمرار وهذا في مشكلة ثانية أنا ودي أطرحها أنها السلس بولي عند الحريم خاصا يتقدم فيهم السن يعني بعد الولادات المتكررة الربطة التي تثبت المثانا بالحوض ترتخي فإذا ارتخت الربطة سيكون عندهم هبوط في المثانا إذا صار عندهم هبوط في المثانا يصير عندهم سلس بولي في المرة شنو تحمل مثلا تلبس ملابس داخلي تغيرها باستمراض أو تلبس بعد أنك حفظات مش عارف ايش على اساس أن هذا جزء من تقدم السن وهذا مو صحيح مو صحيح فلازم تروح تعرض نفسه على الطبيب لأنه فيه علاجات وعلاجات السلس بولي عند الحريم بسبب ارتخاء الربطة ناجح وناجح بنسبة عالية دكتور بس آخر سؤال يمكن حاليا أنا قاعد أقرأها وأسمعها دائما يقول لك بيننا عشان تسيطر على كثرة التبول يعني لا على طول كالساعة رايح الحمام يقول لك أن أحبسها شوي درب العضلة ودرب شيء هذا صحيح لا هذا حق اللي عنده مشكلة بالسلس نعم عنده مشكلة بالسلس سمنا كي قل أكثر صاجر يقول لك درب نفسك صج هذا ولا لا لا يعني لا مو أي واحد هذا حق الحريم بعد الحريم بعد الولادة زين يصير عندهم مرتخاء بالعضلة الضمة هذي من التحكم في البول في سمونهم كيغل اكسرسيز شنو أحبس نفسك عشر ثواني مثلا وبعي الرخ بعين حق عشر ثواني وبعي الرخ لمدة تقريبا فترة معينة أثناء اليوم وتعيدها كذا مرة أثناء اليوم لك أشان تقوي العضلة لكن صف عام مصحي لا أنا سمعت تقولون شنو إن واحد حبس البولة يسبب للتهابات أيو وهذا بعد شنو لا مو أكيد فيه سبب ثاني غير هذا بك العافية دكتور استفدنا جدا وإن شاء الله والحديث معك جدا شيق أكيد ومشاهدين لكل استفاد من المعلومات اللي ذكرت يعزك إن شاء الله بسمكم أشكر البروفيسور الدكتور عادل لحنا الآن أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية والعقم